يعتبر الإسلام هو الدين الأسرع انتشاراً على مستوى العالم كله ورقم اتنين عالمياً حسب عدد المنتمين إليه إلا إن الإسلام بينقسم لعدة طواقف وفرق مختلفة بتصنف نفسها على إنها إسلامية ومن أهم الطواقف دي هم الشيعة اللي يعتبروا تاني أكبر طائفة إسلامية بعد المسلمين السنة فيترى مين هم الشيعة وإيه هو تاريخهم وكيف انقسم العالم الإسلامي والمسلمين لسنة وشيعة وإيه هو سبب ارتباط إيران بالشيعة وما سر تفضيل الإيرانيين لسيدنا الحسين على أخوه الحسن وما هي علاقة السلطان عبد الحميد الثاني بالشيعة وإزاي كانت سياسته معاهم وكم عدد الشيعة وإيه هي الدول الموجودين فيها وإيه هي الفرق والطواقف الشيعية المختلفة وكيف استغل الأوروبيين وأعداء المسلمين الانقسامات بين السنة والشيعة كل ده وأكتر هنتكلم عنه في الفيديو ده وللتوضيح في الفيديو ده هنعرض القصة بشكل حيادي قدر المستطاع وهنعرف إيه هي الرواية السنية والشيعية وهيكون تركزنا على الجانب التاريخي أكتر من الجانب الديني فالجانب الديني له العلماء والفقهاء الأكتر خبرة ودراية بيه بس يا ريت ما تنساش تعمل للفيديو لايك وتشاركه مع أصحابك عشان يوصل لناس أكتر وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان الفيديوهات الجديدة توصلك أول بأول قبل ما نتكلم عن إزاي وليه ظهر الشيعة ومين هم وإيه هو تاريخ الشيعة تعالى الأول نعرف يعني إيه أصلا كلمة شيعة كلمة التشيع أو شيعة معناها التبعية والموالاة والشيعة باختصار هم أتباع وأعوان شخص معين وعلى مدار التاريخ أطلق لفظ شيعة على الكتير من الحركات الإسلامية زي شيعة عثمان وشيعة معاوية لكن التسمية دي ما كانش لها أي معنى مذهبي أو ديني والشيعة اللي هنتكلم عنهم النهاردة هم شيعة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه واللي شايفين إن هو وأولاده وأحفاده من السيدة فاطمة الزهراء بنت الرسول صلى الله عليه وسلم الأحق بالحكم والخلافة طبعا هتقولي ليه وش معنى سيدنا علي وأولاده بالتحديد هقولك سؤال زكي وإجابته هنعرفها بالتفصيل كمان شوية وعشان نجاوب على السؤال ده لازم نفهم إيه هي المشاكل اللي قدت لظهور التشيع كفكرة وما سبب كره الشيعة لعمر بن الخطاب وهل التشيع شيء جديد ولا قديم بيتطفق أغلب علماء السنة قديما وحديثا على إن التشيع أمر طارق وغريب على الإسلام وإنه بدع في الدين الإسلامي ولم يوجد في عهد الرسول ولا في عهد خلفائه أبو بكر وعمر رضي الله عنهم من عرفوا بالشيعة وده على عكس علماء الشيعة اللي بيقولوا إن التشيع هو الإسلام ذاته فبعد الرسول صلى الله عليه وسلم بدأت المشاكل بين المسلمين سنة 11 هجريا وكانت المشكلة الأولى هي اختيار مين اللي يحكم المسلمين فاجتمع عدد كبير من المسلمين في مكان اسمه سقيفة بني سعيدة بدون علي بن أبي طالب وقال بيت الرسول وهناك اختاروا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كأول خليفة للمسلمين لكن بعض الصحابة قال إن الأحق بالخلافة هو سيدنا علي ابن عم الرسول والزوج بنته فاطمة وحسب رأي الشيعة إن الرسول أوصى بالخلافة من بعده لسيدنا علي وأولاده من بعده وإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجبر الناس على مبيعة أبو بكر الصديق مش بس كده لا فالمصادر الشيعية بتقول إن لما رفض الإمام علي مبيعة أبو بكر راح عمر بن الخطاب لبيته وكسر الباب وضرب السيدة فاطمة مما تسبب في إجهاضها وربط إيد الإمام علي بحبل وأجبره على التنازل عن حقه في الخلافة وعشان كده أغلب الشيعة بيكرهوا سيدنا عمر بن الخطاب وبيلعنوه وده على عكس المصادر السنية اللي بتنكر الرواية دي تماما وبتقول إنها كذب وافتراء من الشيعة على أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يوصي بالخلافة لأي شخص من بعده وتركها شورى بين المسلمين عشان يختاروا بحرية مين اللي حكمهم وإن يستحيل إن الإمام علي يقبل إنه يتم إهانته بالشكل ده هو وزوجته لجانب طبعا إن سيدنا أبو بكر وعمر من كبار الصحابة ومن المبشرين بالجنة فإزاي حد منهم ممكن يعمل كده ببنت وابن عم الرسول والحقيقة هي إن عمر بن الخطاب أقنع علي بن أبي طالب بدون أي مشاكل وكمان سيدنا علي زوجه بنته وأمه كالسوم لجانب إنه سمى اتنين من أولاده بأسماء أبو بكر وعمر وصحيح إن سيدنا علي غضب في البداية من استعجالهم وعدم أخذ رأيه إلا إنه في النهاية قام بمبيعة أبو بكر الصديق واعترف بي خليفة للمسلمين وهي دي المشكلة الأولى ورواية الطرفين ليها لكن جات بعدها مشكلة تانية أكبر وأخطر منها بكتير وتسببت في تغيير الأوضاع تماما والمشكلة التانية دي كانت زمن الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنها لما رفض مجموعة من المسلمين سياسته واتهموه بتهم باطلة وتمردوا عليه وطلبوا بخلعه فيما عرف باسم الفتنة الكبرى وقتها عرض الثوار تنصيب علي بن أبي طالب بدلا منه لكنه رفض وأرسل أولاده الحسن والحسين لحماية سيدنا عثمان بن عفان وانتهت الأحداث دي باغتيال سيدنا عثمان في بيته سنة 35 هجريا وكل دا يخلينا نسأل يا طرز زي ظهر المذهب الشيعي ومين هو عبد الله بن سبق وهل هو فعلا مؤسس الطائفة الشيعية وما هي الأحداث التلاتة الكبرى اللي تسببت في انقسام المسلمين لسنة وشيعة فمن بين كل الأزمات اللي وجهت المسلمين فيه ثلاث حوادث رئيسية هما اللي رسموا طبيعة وشكل العلاقة بين السنة والشيعة على مدار التاريخ من وقتها إلى اليوم ويعتبروا أهم نقطة الخلاف الرئيسية بين الطرفين أول واحدة هي معركة الجمل سنة 36 هجريا بين الإمام علي وكل من طلحة والزبير والسيدة عائشة رضي الله عنهم واللي بسببها الشيعة بيسبوا هؤلاء الصحابة وبيتهمهم بالتمرد على سيدنا علي والخروج عليه ففي المعركة دي رفض الصحابة دول مبيعة علي والاعتراف بي خليفة للمسلمين إلا بعد القصاص من قتلة عثمان بن عفان وده على عكس سيدنا علي اللي كان شايف ضروري تأجيل القصاص لحين استقرار الأوضاع وانتهت المعركة دي بانتصار سيدنا علي والحدث الثاني هو معركة صفين سنة 37 هجريا بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان ونتج عن المعركة دي عداء وكره الشيعة لمعاوية وسبه ولعنه بسبب إنه حارب سيدنا علي لجانب إن الحرب دي انتهت باغتيال علي وتنازل ابنه الحسن عن الخلافة لمعاوية وانفراد معاوية بن أبي سفيان بالحكم وتأسيسه للدولة الأموية واللي كانت بتتصدى للثورات الشيعة وبتحاربهم باستمرار بس قبل ما أكلمك عن الحدث الثالث والأهم في تاريخ الشيعة خليني الأول أعرفك على أكتر شخصية جدلية في التاريخ الإسلامي كله فالشخص اللي هحكي لك عنه ده عدد كبير من المسلمين بيختلفوا في كل حاجة عنه تقريبا بما في ذلك إذا كان أصلا شخصية حقيقية ولا لا وهو عبد الله بن سبق الرجل ده اتقال عنه حاجات كتير جدا لكن المتفق عليه إنه كان يهودي ادعى الإسلام وكان هدفه هو تدمير الإسلام والمسلمين وأنا هنا هنقلك رواية كل طرف عنه فالبعض قال إنه كان له تأثير كبير جدا لدرجة إنهم اعتبروه مؤسس المذهب الشيعي وصانع الثورة ضد عثمان بن عفان والمحرد على قتله وإن هو أول من ادعى بقدسية سيدنا علي وأول من سب الصحابة في حين إن البعض الآخر بيقول إن تأثيره كان محدود لكنه ساهم بشكل ما في تأسيم المسلمين وإضعفهم لكن على عكس السنة اللي قالوا إن ابن سبق شخصية حقيقية إلا إنهم اختلفوا حول مدى تأثيره فالشيعة بقى بينكروا وجوده بالمطلق وبيقولوا إنه شخصية أسطورية كل ده ولسه ما كانش فيه أي حاجة اسمها المذهب الشيعي وإنما كان فيه حركات سياسية بتهدف للوصول إلى السلطة وبتدعم حقية آل بيت الرسول في الحكم أما لو بتسأل نفسك إزاي تأسس المذهب الشيعي وكيف تحول الشيعة من حركة سياسية لطائفة دينية فهجوبك على السؤال ده وأقولك إن البداية الحقيقية للتشيع كمعتقد ديني بدأت بعد المعركة الثالثة والأهم في تاريخ الشيعة وهي معركة كربلاء سنة 61 هجريا واللي درت بين جيش الوالي الأموي على العراق وعدده 5000 جندي وبين أهل بيت سيدنا الحسين رضي الله عنه وعددهم 72 شخص وكان السبب في المعركة دي هو استجابة الحسين لمطالب بعض سكان العراق بالثورة على ظلم الأمويين ورفضوا الاستبداد يزيد بن معاوية بالحكم وطلبوا بأحقية المسلمين في اختيار حكمهم وده بدلا من الحكم الوراسي لكن للأسف انتهت المعركة دي بأسوأ حادثة في التاريخ الإسلامي كله وهي استشهاد الحسين بن علي وحسب عدة مؤرخين وعلماء كانت دي هي البداية الحقيقية للشيعة كطائفة دينية فالشيعة اللي خانوا سيدنا الحسين قبل المعركة وتخلوا عنه ندموا وقرروا التكفير عن زنوبهم فكونوا جيش اسمه جيش التوابين وثاروا على الحكم الأموي بهدف الانتقام لمقتل الحسين لكنهم في النهاية انهزموا وتم القضاء عليهم ومن اللحظة دي تحول الشيعة من حركة سياسية معارضة للأمويين إلى جماعة دينية ليها مبادئ وأحكام مذهبية وفقهية مختلفة عن أهل السنة وكده انت عرفت يعني ايه كلمة تشيع ومين هم الشيعة وكيف ظهروا ومين هو عبد الله بن سبق وازاي اصبح الشيعة طائفة دينية تعالى بقى نعرف يطرى ازاي انقسم الشيعة لعدة فرق وطواقف وايه هي اشهر الفرق الشيعية وكم عددها وازاي بعضها تحول لأديان مستقلة ويعني ايه كلمة رافضة وليه اطلقت على الشيعة ظهر اول انقسام بين الشيعة بعد معركة كربلاء فبعدها لم يتبقى من اولاد الحسين رضي الله عنه الا ولد واحد هو علي زين العابدين واللي انجب ولدين واحد اسمه زيد والتاني اسمه محمد الباكر وسنة 122 هجريا قام زيد بالثورة على الدولة الاموية وكان بيعترف بخلافة ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبيرفض سببهم ولعنهم لكن الكلام ده معجبش عدد كبير من الشيعة ورفضوا اتباعه واعترفوا بامامة اخوه محمد الباكر بدلا منه وبسبب رفضهم ده جاءت تسمية الرافضة واللي اطلقت على غالبية الشيعة وبكده اصبح فيه مذهبين للشيعة الاول هو الزايدية اتباع زيد بن علي او المذهب الزايدي وهو اقرب فرق الشيعة لأهل السنة ومنتشر حاليا في اليمن والمذهب التاني هو الرافضة اللي بدوره انقسم لعدة طواقف فبعد محمد الباكر ادعى الرافضة ان ابنه جعفر الصادق هو الامام السادس للشيعة لكن الرواية السنية بتقول ان بعض الشيعة نسبوا الكتير من الاحاديث لجعفر الصادق وجعلوا منها اساس المذهب الشيعي اللي سموه على اسمه وهو المذهب الجعفري او الاثنى عشرية والمعروف باسم الامامية لكن يا ترى عمرك سألت نفسك ايه هو سبب تسمية الشيعة الجعفرية بالاثنى عشرية او الامامية السبب بيرجع لاعتقاد اتباع المذهب ده بوجود اتناشر امام معصومين عن الخطأ زيهم زي الانبياء اولهم علي بن ابي طالب واخرهم المهدي المنتظر وهو ما يرفض اهل السنة تماما باعتبار ان لا عصمة الا للانبياء فقط وبيعتقد الشيعة الاثنى عشرية ان المهدي المنتظر ظهر بالفعل سنة 868 ميلاديا وتولى الامامة وهو في سن الخمس سنين واسمه محمد بن الحسن العسكري واختفى لفترة حفاظا على حياته وكان بيتواصل مع الشيعة عن طريق عدة سفراء والفترة دي سميت باسم الغيبة الصغرى ومدتها 75 سنة وانتهت بنهاية اخر سفير سنة 1941 ميلاديا ومن وقتها اختفى المهدي المنتظر وقال الشيعة انه لا يزال حي وهيظهر تاني في اخر الزمان عشان يحكم العالم ومن الوقت ده لحد اليوم اللي هيظهر فيه سميت الفترة دي باسم الغيبة الكبرى ويعد الشيعة الاثنى عشرية هم اكبر طائفة شيعية في الوقت الحالي وبيشكلوا حوالي 85% من اجمال الشيعة في العالم ومن اهم شخصياتهم في العصر الحديث هو الخميني قائد الثورة الايرانية وحسن نصر الله في لبنان وبيتولى الزعامة الدينية للشيعة الاثنى عشرية حاليا كلا من علي السستاني في العراق وعلي خامنعي في ايران لكن قبل ما نتكلم عن سر ارتباط ايران بالمذهب الشيعي وايه هي اهم الدول الشيعية اللي ظهرت على مر التاريخ خلينا جوبك الاول على السؤال اللي طرحناه من شوية وهو ايه هي اشهر الفرق الشيعية وكم عددها وازاي بعضها تحول لأديان اخرى فسرعان منقسم الشيعة لعدة فرق وطواقف خاصة في الفترة المعروفة عندهم باسم حيرة الشيعة واللي بدأت بعد الامام الحسن العسكري من سنة 260 لحد 336 هجريا ومن اهم الطواقف الشيعية اللي ظهرت في الفترة دي الطائفة الاسماعيلية نسبة لاسماعيل ابن جعفر الصادق ومن اهم رموزها هم الخلفاء الفاطميين في مصر وزاد انقسام وتفتت الشيعة اكتر واكتر ووصل الحال بعدة طواقف شيعية في النهاية للخروج من الاسلام نفسه وتبني معتقدات خاصة بيهم بتختلف عن عموم الشيعة لدرجة ان البعض بيعتبرها اديان منفصلة عن الاسلام منها اللي اختفت وكانت موجودة بس في التاريخ زي القرامطة اللي حرموا الحج وقتلوا الحجاج وهجموا الكعبة وسرقوا الحجر الاسود ومنهم اللي لازالت مستمرة الى الان زي العلويين اللي بيعبدوا علي ابن ابي طالب لجانب طائفة الدروز او الموحدين اما العلويين انفسهم فبينقسموا لطائفتين نصيرية علوية موجودة في سوريا وطائفة علوية انادولية او علاهية موجودة في تركيا حاليا وبمرور الزمن بلغ عدد الطواقف والفرق الشيعية اللي ظهرت في التاريخ 45 طائفة وبعد المصادر بتقول انهم 70 طائفة ومن هنا يظهر لنا سؤال جديد وهو ايه هي اهم الدول الشيعية اللي تأسست في التاريخ الاسلامي وما هي اول دولة شيعية على مر التاريخ حاول الشيعة انشاء دول مستقلة عن دول الخلافة الاسلامية الا انهم كانوا بيفشلوا لكن بسبب ضعف الدولة العباسية مقارنة بالدولة الاموية نجح الشيعة في تأسيس اول دولة ليهم سنة 172 هجريا واللي هي دولة الادارسة في المغرب واتبعت الدولة دي المذهب الزيدي بس ان الشيعة يأسسوا دولة يعتبر شيء عادي لكن اللي مش عادي هو انهم يسيطروا على اغلبية العالم الاسلامي كله في نفس الوقت فسرعان ما توالى ظهور الدول الشيعية الوحدة وراء التانية وبحلول القرن الرابع الهجري واللي كان قرن شيعي بامتياز اصبح اغلبية العالم الاسلامي ان لم يكن كله تحت حكم دول شيعية امتدت من المغرب الى ايران فهنلاقي عندنا الدولة البويهية في العراق وايران والدولة الحمدانية في سوريا وبلاد الشام ودولة القرامطة في جزيرة العرب والدولة الفاطمية او العبيدية في مصر وفلسطين وشمال افريقيا لكن بمرور الوقت انهارت الدول الشيعية دي على ايد دول اسلامية سنية اقوى زي الاتراك السلاجقة والايوبيين بقيادة صلاح الدين الايوبي وغيرهم ومش هتصدق لو قلتلك ان عدد الدول الشيعية اللي نشأت طوال التاريخ بلغت حوالي 75 دولة ولك انت تخيل ان من بين كل الدول دي كان في 27 منهم في ايران لوحدها يعني تقريبا التلت وهنعرف السبب في ده بالتفصيل كمان شوية واهم دولة في كل الدول دي هي الدولة الصفوية اما السؤال بقى اللي ممكن يكون شاغل بالك كتير من الناس وهو ما سبب تقديس الشيعة لسيدنا الحسين حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم اكتر بكتير جدا من اخوه الامام الحسن رغم انهم من نسل الرسول والتنين ابناء فاطمة الزهراء وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهما وما سر ارتباط ايران دونا عن غيرها من البلاد بالمذهب الشيعي الاجابة باختصار هو ان ده بيرجع لعلاقة النسب بين سيدنا الحسين وملك ايران قبل الاسلام وهي معلومة ممكن تكون صادمة للبعض لكنها صحيحة ومؤكدة فحسب عدة مصادر شيعية وسنية ان احدى بنات يصدجرد الثالث اخر ملوك الفرس الساسانيين واسمها شهربانو او شاه الزنان ولقبها سلافة وقعت في اسر المسلمين خلال الفتح الاسلامي لايران سنة واحد وعشرين هجريا وتزواجت بالامام الحسين ومن الزواج ده انولت تسع ائمة من الائمة الاثناشر في المذهب الشيعي فانجب منها الحسين ابنه الوحيد اللي تبقى على قيد الحياة بعد استشهاده وهو الامام علي زين العابدين واللي منه جاء كل ائمة الشيعة بعد كده والرواية دي وردت بالنص في كتاب الكافي اهم كتب الشيعة فبدأ من هنا اول اتصال مباشر بين الايرانيين وقال بيت الرسول والتقى بكده نسب اخر ملوك الفرس الساسانيين مع نسب ال البيت وكان لده دور مهم في تفضيل الايرانيين اللي دخلوا الاسلام حديثا في عهد الدولة الاموية للمذهب الشيعي وللامام الحسين على اخوه الحسن لانهم كانوا شايفين ان اولاد الحسين فيهم عرق ودم فارسي ومن سلالة كسرة فاستغل بعض الفرس القوميين الكارهين للعرب واللي كانوا معروفين في التاريخ باسم الشعوبيين مظلومية اهل البيت والقتل والاتهاد اللي تعرض له الحسين واولاده للانتقاص من العرب والقضاء عليهم واحياء الحكم الفارسي لايران من جديد لكن بصبغة اسلامية شيعية ومن هنا زاد كره الشيع الفرس العمر بن الخطاب لانه هو اللي امر بفتح الامبراطورية الفارسية واسقطت جيوشه امجاد الساسانيين في ايران فقبل الفتحات الاسلامية كانت ايران امبراطورية عظمة بتحكم العالم القديم من خلال عدة دول فارسية اخرهم هي الامبراطورية الساسانية اللي كانت بتحتقر العرب لكن مع قيام العرب المسلمين بفتح ايران تحول الاحتقار الى حقد قومي عند البعض وساهم ده في اعتناق بعض الايرانيين للمذهب الشيعي وخد بالك من كلمة بعض الا ان القصة ما انتهتش عند كده لا بالعكس دي اتطورت اكتر وكانت اعقد من كده بكتير ولو عايز تعرف ازاي فمحتاج الاول تفهم كيف اصبحت ايران دولة شيعية فسنة 1501 تم تأسيس اقوى دولة شيعية في التاريخ غيرت مصير ايران للابد واللي كانت اغلبية سكانها لحد الوقت ده على مدار التمنمية سنة سابقة من المسلمين السنة فبالرغم من وجود شيعة كتير في ايران في مناطق زي قم ومشهد الا ان اعدادهم تراجعت بشكل كبير جدا خاصة بعد قضاء المغول على الشيعة من طائفة الحشاشين وغيرهم واستمر الوضع بالشكل ده الى ان نجح واحد اسمه اسماعيل الصفوي في تحويل ايران من المذهب السني للمذهب الشيعي بالقوة الجبرية وفي سبيل الهدف ده قام باعمال وحشية اتل خلالها مليون واحد من المسلمين السنة واختار المذهب الشيعي الاثنى عشر مذهب رسمي لدولته وعمل على نشر التشيع في كل البلاد السنية القريبة منه وبكده اصبحت ايران من وقتها الى اليوم دولة شيعية لكن في سؤال مفروض نعرف ايجابته وهو ازاي استفاد اعداء المسلمين من الانقسام بين السنة والشيعة خليني اقولك ان الانقسام السن الشيعي لم يكن مفيد لايا من الجانبين طوال التاريخ فلا استفاد منه السنة ولا الشيعة واكتر من استفاد منه هم اعداء الحضارة الاسلامية سواء كانوا صلبيين او مغول او انجليز او روس او غيرهم كلهم استغلوا خلافات المسلمين لتحقيق اهدفهم الاستعمارية الخاصة في العالم الاسلامي ومع انتهاء غزوات المغول والصلبيين على العالم الاسلامي وقيام دول اسلامية سنية قوية ابرزها الممليك في مصر والشام حصل شبه اختفاء للدول الشيعية بشكل كبير جدا في العالم الاسلامي وتوقفت الصراعات السنية الشيعية لفترة طويلة بلغت حوالي 250 سنة لكنها سرعان ما رجعت من جديد مع ظهور دولتين جدد هم الدولة العثمانية السنية في تركيا والدولة الصفوية الشيعية في ايران واللي دارت بينهم صراعات وحروب شبه دائمة استمرت حوالي 300 سنة وكان للصراع ده الدور الاهم في استنزاف سروات وموارد الدولة العثمانية في الشرق وشهدت الحروب دي تعاون الصفويين مع اوروبا ضد الدولة العثمانية وشكلت عائق كبير في تقدم وتوسع الدولة العثمانية اكتر في اوروبا وانتشار الاسلام فيها اما في العصر الحديث فخلال فترة الاستعمار الاوروبي للعالم الاسلامي اتبع الاوروبيين وعلى رأسهم روسيا وبريطانيا سياسة فرق تسود بين السنة والشيعة للحفاظ على سيطرتهم واحتلالهم للبلاد الاسلامية لكن قبل ما نعرف كم عدد الشيعة حول العالم وايه هي الدول اللي بيشكل الشيعة فيها اغلبية واقلية خليني الاول احكي لك ايه هو تاريخ العلاقات السنية الشيعية في العصر الحديث وهل حصل نوع من الوحدة بين السنة والشيعة وما هي علاقة الشيعة بالسلطان عبد الحميد الثاني فعلى عكس الشائع والمتخيل ان تاريخ العلاقة بين السنة والشيعة كانت دايما عبارة عن سلسلة لا تنتهي من الصراعات والحروب الا ان ده شيء خاطئ فالمية وخمسين سنة الاخيرة من التاريخ الاسلامي لحد سنة 1979 وهنعرف كمان شوية ليه السنة دي بالتحديد شهدت استقرار وهدوء نسبي بين السنة والشيعة حتى انها وصلت في بعض الاوقات لنوع من الوحدة الشكلية فبعد سقوط الدولة الصفوية بدأ الصراع السن الشيعي يقل بشكل كبير ووصل الحال زمن السلطان عبد الحميد الثاني لتعاون الدولة القاجرية الشيعية في ايران مع العثمانيين في تمويل مشروع سكة حديد الحجاز لربط الحرمين الشريفين في مكة والمدينة باستنبول باعتباره مشروع اسلامي عالمي لكل المسلمين فساهم فيه عدد كبير من الشيعة بتبرعاتهم بالاضافة لامر السلطان عبد الحميد بترميم واصلاح المزارات الشيعية في العراق وقيامه بالتقريب بين السنة والشيعة وكان ده من خلال فكرة الجامعة الاسلامية اللي دعا فيها لوقف الخلافات ووحدة المسلمين كلهم للتصدي لاطماع الغرب والاوروبيين في الاراضي الاسلامية وخلينا اقولك ان سياسة السلطان عبد الحميد نجحت بشكل غير مسبوك في التاريخ الاسلامي كله فصعب انك تتخيل ان عدد كبير من علماء الشيعة في ايران ولأول مرة في التاريخ من ايام علي بن ابي طالب كانوا بينادوا السلطان عبد الحميد التاني بلقب امير المؤمنين واعتبروه خليفة المسلمين بل انهم طلبوا دعمه ضد الشاه القاجاري وكانت سياسة السلطان عبد الحميد دي هي السبب في حب عدد كبير من الشيعة له الى اليوم وكان لها الدور الاكبر في الحفاظ على ولاء الشيعة للدولة العثمانية لحد اخر لحظة ومن هنا يجي سؤال مهم ايه اللي حصل بعد كده وازاي عادت المشاكل والصراعات بين السنة والشيعة في اخر خمسين سنة في العالم الاسلامي والشرق الاوسط فبعد السلطان عبد الحميد التاني وانتهاء الحرب العالمية الاولى استمر الوضع على نفس الحال من الهدوء في العلاقات بين السنة والشيعة وكان ده لحد سنة 1979 وهي السنة اللي حصلت فيها الثورة الايرانية بزعامة الخميني فاعادت الثورة دي احياء المنافسات والصراعات السنية الشيعية من جديد فبعد تحويل ايران من ملكية لجمهورية تعرض عدد كبير من السنة في ايران للاتهاد وعملت ايران على تصدير ثورتها لعدة دول عربية واستمالة الاقليات الشيعية في البلاد العربية القريبة وتحرضهم للانضمام لصف ايران ضد الدول السنية الاخرى لجانب قيام ايران بنشر المذهب الشيعي في الدول السنية كل ده في اطار من اطماع قومية لايران مغلفة بطابع شيعي هدفها الاساسي هو السيطرة على البلاد العربية ووصل الصراع ده لزروته مع قيام ايران في اخر 20 سنة بتكوين ميليشيات شيعية تدخلت في عدة دول عربية زي العراق وسوريا ولبنان ودعمها للحسيين الشيعة في اليمن وغيرها من السياسات اللي قدت لاحياء المشاكل من جديد بين السنة والشيعة والتفريق بين الطرفين تعالى بقى اجوبك على السؤال اللي تقريبا انت مستنيه من اول الفيديو يا ترى كم عدد الشيعة حول العالم وايه هي الدول اللي بيشكل الشيعة فيها اغلبية واقلية الشيعة هم تاني اكبر طائفة اسلامية وحاليا عدد المسلمين بجميع طواقفهم في العالم كله بيبلغ 2 مليار مسلم وحسب المصادر السنية والاجنبية فالشيعة بيمثلوا ما بين 10 ل 15% من اجمال المسلمين حول العالم بما يعادل 200 ل300 مليون نسمة في حين ان المصادر الشيعية بترفع النسب دي ل25% او ما يعادل 500 مليون نسمة وبيشكل الشيعة الاغلبية في كل من ايران والعراق وازربيجان والبحرين ولبنان وموجودين كاقليات شيعية كبيرة في كل من شرق السعودية واليمن وباكستان والهند وكاقليات بسيطة في سوريا وتركيا وافغانستان ودول الخليج ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمله لايك وتشاركه مع اصحابك عشان يوصل لناس اكتر وتشترك في القناة وتفعل الجرس وتستنى الحلقة الجديدة وتشوف الحلقة اللي فاتت وقلنا رأيك في التعليقات والمواضيع اللي تحب نتكلم عنها وتقدر تتابع حسابات القناة على الفيسبوك وتويتر وانستجرام وتيك توك ولو حابب ان انت تدعم المحتوى ده عن طريق بيبال او موقع باتريون او من خلال الانتساب للقناة هتلاقي الروابط في وصف الفيديو وفي اول تعليق شكرا